اشتركوا في القناة او الكرة العالمية وايضا كافة الالعاب الاخرى عندنا تفاصيل كتيرة جدا ننكلم عنها لكن خلينا نبدأ دايما بابرز العنوين مارسيل كولر يطلب تجهيز ريدا سليم احدث صفقات الفريق ببرنامج بدني خاص قبل انطلاق الموسم الجديد الاصابة تبعد يوسف اوباما عن مباراة الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية انتصار عريض هولندا وانجلترا يكتسحان فيتنام والصين في كأس العالم للسيدات والليلة منتخب شابات مصر يبدأ مشواره في بطولة العالم للطائرة بموجهة الكاميرون ومن العنوين نبدأ في استعراض تفاصيل اخبارنا والبداية بالتأكيد مع كرة القدم المحلية موسيقى 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 المصر كان كبير وده مش كتير نفضل معا أعد وآمام أهل زي عبوالеня هدف الأول للإستغيلي ولكن غاية لا هدف جوالج وآمام جوالج وآمام من الاستلام عليكم атель عاصم خطير 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 هدف أول هدف أول هدف أول أكثر قول 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 بنا سبن εκدار اشتركوا في القناة لحد ما يتم الاعلان عن مواعيد كافة مباريات الاهلي في الموسم الجديد بدأ كولر كمان استكشاف فريق المصري بمشاهدة مبارياته في الدوري وكأس مصر وكأس الرابطة للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل ملقاته في المباراة المقبلة وان كان مفيش فترة كبيرة ما بين اخر مباراة لعبها النادي الاهلي طبعا كانت امام الفريق نفسه في الدوري والمباراة اللي هلعبها يوم الخميس الجاي الاله يتقد جهود عدد كبير من لعبيه في المباراة المقبلة منهم طبعا محمد شريف اللي تأكد غيابه بسبب الاصابة ايضا ياسر ابراهيم لنفس السبب محمد عبد المنعم بسبب الايقاف بعد ما كان طبعا تعرض للطرد في نهاية كأس مصر في النسخة الماضية امام بيراميدز واستمر غياب عمر السلية ومحمود نتولي واكرم توفيق وكريم فؤاد بسبب عدم الجاهزية هيعقد مسؤوله النادي الاهلي جلسة مع محمد محمود لاعب الفريق من اجل تسوية الامور المالية ما بين الطرفين ده بعد ما دخل نادياء الجونة وزد فيه صراع للفوز بخدمات محمد محمود لاعب خط وسط النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الصفية الحالية واللي تم عدم درج اسمه في القائمة الاولى وبالتالي استقرر مسؤوله النادي الاهلي على فسخ تعقدهم مع اللاعب اللي انتهت عارضه للاتحاد السكندري بسبب عدم الحاجة لجهوده بفرامان طبعا من مرسيل كولر كمان في اطار استعدادات الجهاز الفني للاهلي في الموسم الجديد طلب المدير الفني من جهازه المعاون ووضع برنامج تأهيلي خاص للمغربي ريد اسليم لاعب الفريق الجديد اللي تم طبعا الاعلان عنه مؤخرا او مساء امس طبعا رسميا اللي يصبح الصفقة الثانية للمارد الاحمر كولر طلب من جهازه المعاون عقد جلسة خاصة مع اللاعب لمعرفة اخر مباراة شارك فيها مع فريقه السابق الجيش الملكي المغربي واللي كانت بتاريخ 23 يونيو الماضي لما طبعا طوج مع فريقه السابق بالدوري المغربي واكد المدرب السويسري انه محتاج يعرف حالته البدنية وبالتالي وضع برنامج خاص لي او طلب وضع برنامج خاص لي يتماشى مع لاعبي الفريق لبدأ الاستعداد للموسم الجديد بشكل جيد مع الفريق نادي الاحلي طبعا زي ما قلت لكم مرح اعلن التعاقد الرسمي مع رضا سليم لمدة اربع مواسم مع خيار التمديد لموسم خامس وبالتالي هي الصفقة الثانية للنادي الاحلي في المركاتو الحالي بعد التعاقد مع امام عشور لسه مع اخبار النادي الاحلي وخلال الايام القليلة المقبلة لجنة التقديد هتعقد جلسة مع مرسيل كولر قبل طبعا نحصل على اجازته من اجل اقناعه باستعادة خدمات محمد شكري لاعب سراميكا كليفاترة الظهير الايصر لانهم طبعا في حاجة او في ظل عدم اقتناع المدرب السويسري بامكانيات كريم الدبيس ورحيل محمد اشرف بالاضافة كمان الى وجود بند بيسمح بعودة اللاعب للقرع الحمراء مقابل 7 مليون جنيه فقط لحد دلوقت الاغرب هو عودة محمد شكري للنادي الاحلي كبديل طبعا لعلي معلول في الجانب الايصر لكن متنتظر لجنة التقديد موقف كولر الاخير لحسم موقف اللاعب شكري تقلق في الموسم الماضي بشكل كبير مع فريق سيراميكا كليفاترة ولفت الانظار بشدة واخيرة طبعا الهدف اللي كان سجله في نهاي كأس الربطة من تزديدة بعيدة المدى من ضربة حرة مباشرة طيب نروح بقى من اخبار النادي الاهلي للنادي الزمالك اللي طبعا تعرض للهزيمة بالامس امام الشباب السعودي بهدف دون رد في البطولة العربية زمالك بيستعد على طول لمواجهة النصر يوم الخميس الجاي خلاص فضل 48 ساعة على المباراة كشف الدكتور محمد اسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الاول عن خضوع يوسف اوباما لاعب الوسط لبرنامج علاجي وتأهيل قبل المباراة المقبلة في بطولة كأس الملك سلمان وبالتالي يوسف اوباما اللي كان غاب عن مباراة فريقه بالامس امام الشباب السعودي بشكل كبير طبعا هي وصلت بطاعته الدولية لكن غيابه اعتقد ان هو حيكون مستمر كمان بسبب الاصابة لان الاشاعة اللي اجراها اوباما اثبت التعرضه لمزء في العضلة الامامية وبناء عليها وضع محمد اسامة برنامج علاجي وطبي من اجل التعافي منها وبالتالي لن يلحق المباراة المقبلة ايضا بطار بقى الصفقات او اللاعبين اللي بيسعى الزمالك للتعاقد معهم في المركات والصيفي بمجرد طبعا ما يتم حل ازمة ايقاف القيد دخل النادي الزمالك في مفاوضات لضم اللاعب توفيق محمد ده جناح بريق بتروجت في القسم الثاني ونادي الزمالك طلب التعاقد معها انه بيجي دي اللاعب في مركز الجناح وبيلعب كمان في مركز الزهير الايصر والعرض المقدم دلوقتي او المفاوضات على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد مع وجود بند في العقد بقى حقائط الشراء بنهاية الموسم الجاري نفس اللاعب بريمدز ايضا بيفكر فيه ضمه لانه كان تقلق بشكل كبير مع الفريق البترولي في دوري القسم الثاني في الموسم الماضي كمان من ضمن تخطيط مسئولي الزمالك وادارة الكورة لتدعيم صفوف الفريق هناك مفاوضات جدة مع اسم من الاسماء الشهيرة في المنتخب الجزائري اللاعب يوسف لبليلي اللي ضمه لصفوف الزمالك في الموسم المقبل عرفنا هنا في اخبار انتايم ان لبليلي طلب الحصول على راتب سنوي يقدر بـ 800 ألف دولار نظير الانضمام لنادي الزمالك كونه حاليا لعب حر غير مرتبط بتعاقد مع اي نادي ويمكن يعني مسئولي الزمالك شايفينه رقم كبير شوية وفيه صعوبة طبعا لتحمله بسبب الازمة المادية اللي بيمر بيها النادي في الوقت الحالي لكن زي ما احنا عارفين مسئولي الزمالك في المقام الاول بيدوروا على التعاقد مع لعبين اجالب منتهية عقودهم مع انديتهم وده الامر اللي حيساهم شوية في تخفيض الميزانية الخاصة بالنادي في موسم الصفقات او المركاتو الحالي بعيدا بقى عن اخبار القطبين هنشوف اخبار الكرة المحلية والانديل اخرى وسط اعداداتهم وهنبدأ مع نادي امبي اللي بيبدأ فترة اعداده للموسم الجديد يوم السبت المقبل 5 اغسطس الجهاز الفني والاداري بالفريق بقيادة طبعا تامر مصطفى حارس على ابلاغ جميع اللاعبين بموعد وتوقيت تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة حارس كمان تامر مصطفى على منح اللاعبين راحة طويلة عقب ضغط المباريات في الموسم الماضي واللي كان حقق خلاله المركز السادس بجدول ترتيب الدوري وايضا وصل الى ربع نهائي كأس مصر لأول مرة منذ سبع سنوات من انبي كمان هنروح لنادي الاتحاد السكندري حيث حسم طارق العشري المدير الفني للفريق قراره برفض رحيل مابولولو هداف الدوري الممتاز بعد تلقي عروض مغرية خلال المركز الحالي مابولولو المهاجم الاتحاد طبعا اللي كان احتل صدارة هداف الدوري برصيد 16 هدف اصبح مطمع للعديد من الاندية لكن واضح ان طارق العشري ينوي عدم التفريط في مهاجمه بحيث يكون احد الاوراق الرابحة والعناصر الاساسية في تشكلته في الموسم الجديد اما عن نادي زد احد الاندية السلاسة الصاعدة للدوري الممتاز في الموسم الجديد فاتفقت ادارة ناديه مع ادارة نادي اسوان الهابط الى دوري القسم الثاني على انتقال المهاجم الانجولي ديلسون كاموني وتبقى الاعلان الرسمي عن الصفقة بعد الاتفاق على المقابل المادي ديلسون كاموني كان سجل اربع اهداف مع فريق اسوان خلال مشاركته في 29 مباراة واصبح على رادار الفريق بشكل كبير نروح بقى من اخبار الدوري الممتاز الى دوري القسم الثاني وهنبدأ اخبارنا مع نادي طنطة بقيادة عمر انور اللي بدأ منذ دقائق على ملعب كلية التربية الراضية فترة الاعداد للموسم الجديد استعدادا لدوري المحترفين نادي طنطة كانت عقد مع هشام سرحان لعب تلة وحسن تريكا لعب بالقاص استعدادا لدوري المحترفين اللي طبعا كان اقرب اتحاد الكرة بالامس حتى لو كان في كلام من الجمعية العمومية النهاردة برفض هذا القرار لكن البيان الرسمي الصادر حتى الان من التحاد الكرة هو اقرار دوري المحترفين او دوري القسم الثاني الف بداية من الموسم الجديد كمان قرر مركز شباب كوم حمادة تعيين محمد عبدالله نجم الاهل والزمالك السابق مديرا ثانيا للفريق بعد صعوده لدوري الممتاز به حيث من المقرر ان يجتمع المدير الفني مع مجلس الادارة لتحديد متطلبات الفترة المقبلة والعناصر الجديدة الذي يحتاج الى ضمها في الموسم المقبل نروح لنادي مالية كفر الزيات اللي بيستعد الدوري قسم الثاني به بقيادة المدير الفني ياسر عبدالواحد حيث خاض الفريق امس اولى مبارياته الودية وحق الفوز على اتحاد باسيون بهدف دون رد كان سجله محمد نصر بدأ الفريق بالفعل خضودياته لحسم العناصر المستمرة مع الفريق وايضا العناصر الرحلة من صفوف الفريق بعد التعاقد مع عشر صفقات جديدة بكده نكون خلصنا فقرة اخبارنا المحلية لكن اخبارنا وفقراتنا مازالت مستمرة بعد الفاصل خليكم معنا مصر للانسات تحت 19 سنة للكرة الطائرة ومشواره في بطولة العالم اللي بتستضيفها المجر وكرواتيا خلال الفترة من 1 الى 11 اغسطس الجاري مواجهة الاولى لمنتخبنا هتكون امام الكاميرون اليوم في الجولة الاولى للمجموعة الاولى وتقام المباراة في العشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة منتخب مصر في المجموعة الاولى اللي بتضم معه منتخبات المجر والارجنتين والشيلي والصين والكاميرون بعد كده هتواجه انشاء الله او هتواجه انسات مصر منتخبت شيلي بكرة وبعد كده المباراة الثالثة هتكون منتخب الارجنتين بعد بكرة يوم الخميس ثم مبارتين المجر والسين يومي 5 و 6 اغسطس الجاري بالتوفيق لانسات منتخبنا وان شاء الله يرجعوا بانجاز جديد والى كرة اليد حيث يستعد منتخبنا الوطني المصري للناشئين مواريد 2004 لكرة اليد الخوض بطولة العالم ايضا للناشئين اللي تستضيفها كرواتيا خلال الفترة من 2 وحتى 13 اغسطس الجاري لتواجد منتخبنا للناشئين ببطولة العالم ضمن منتخبات المجموعة التالتة اللي تضم معاه كل من ايسلندا واليابان وجمهورية التشيك الفراعنة هيبدأوا مبارياتهم في البطولة بمواجهة اليابان غدا الاربعاء في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا ثم يلتقي يوم الخميس بمنتخب تشيك في نفس التوقيت ايضا بعد كده اخر المباريات هتكون امام ايسلندا في تمام الرابعة والنصف عصر السبت المقبل ونفكركم ان المباريات كلها هتكون مزاعة على شاشة قنوات اون تايم سبورس كل التوفيق لفراعنة اليد ان شاء الله في هذه البطولة ويرجعون بإذن الله بلقب جديد وانجاز جديد ينضم الى انجازات كرة اليد المصرية نروح بقى للسكواش حيث فتح اتحاد محترف السكواش باب التصويت للعبين الافضل في الموسم المنقضي 2022-2023 استعدادا لحفل جوائز الافضل المقرر انعقاده في فرنسا اغسطس الجاري ضمت قائمة اللاعبين اللي بتمنح للعب صاحب افضل انجاز رياضي كل من علي فرج ومصطفى عسل من مصر البيروفي ديجو إلياس والفرنسي فيكتور كراين والانجليزي محمد الشرباجي بينما ضمت قائمة السيدات كل من نوران جوهر وهنية الحمامي ونور الشربين ونور الطيب من مصر بالاضافة الى البلجيكية نيلي جليس وفي جائزة افضل لعب شاب يتواجد ايضا مصطفى عسل من مصر ومصطفى السيرتي ويحيى النواساني وفي جائزة افضل لعب شابة بتتواجد امين عرفي وفيروز ابو الخير وكنزي ايمن ان شاء الله كالعادة اكتساح مصري سواء على صعيد الرجال او السيدات في قائمة الافضل ده كان اخر خبر معنا النهاردة وكده نكون خلصنا فقراتنا وخلصنا كمان حلقتنا من برنامج اخبار انتايم وفيناكم فيها بكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية شوفكم على الف خير لكم مني ومن كل طاقم العمل كل التحية وإلى اللقاء